كشفت تقارير استخباراتي عن خطة محتملة برعاية أمريكية لضرب مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية وأفدت تقرير أن الخطة تم مناقشتها من قبل قادة عسكريين أمريكيين وإسرائيليين بهدف تنفيذ قرارات محتملة لمهاجمة مواقع إيرانية في الداخل والخارج يوما بعد يوم يزداد اختناق النظام الإيراني فكل التحركات باتت تصب باتجاه تقليص النفوذ الإيراني وبتر أذرعه التي تحارب بالوكالة عنه في مناطق النزاع داخليا اختار الشعب أن ينتفض في وجه النظام من أجل نيل الحرية والتخلص من الاضطهاد المستمر بحقه أما خارجيا اختار ترامب أن ينسف ما وصفه العالم بالاتفاق التاريخي النووي كونه لا يحد من السلوك الإيراني الإدائي بل على العكس فهو يرفع العقوبات عن إيران ولا يشمل بقية البرامج الصاروخية التي تنفذها ومع استمرار الضغط الأمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران لا يزال الخيار العسكري مطروحا وعلى ما يبدو من الجانب الإسرائيلي لكن الخطة الجديدة لا تستهدف المواقع الإيرانية في سوريا فحسب بل قد تصل إلى الأراضي الإيرانية فقد نشر التقارير استخباراتية خطة مشتركة تم الاتفاق عليها بين أمريكا وإسرائيل لضرب إيران عسكريا وأفادت التقارير أن الخطة تم مناقشتها من قبل قادة عسكريين إسرائيليين وأمريكيين تهدف لتنفيذ قرارات محتملة بهدف مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ومنصات الصواريخ الباليستية والقواعد العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط الخطة الجديدة للمواجهة المحتملة لم تدخل حيز التنفيذ بعد إلا أن مراقبين وخبراء رجحوا الإمضاء بها نظرا لتزايد وطيرة التهديدات الإيرانية والتي كان آخرها التهديد بإغلاق مضيق هرمز إضافة إلى زيادة حدة الأعمال العدائية الإيرانية عبر إتباعها ومليشياتها والمحاولات المتعمدة والمستمرة لتشويه المشهد السياسي في عدد من الدول تقابلها رغبة متزايدة للمجتمع الدولي لمواجهة هذه السياسات الإيرانية العدائية